السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات فيديو جديد على قناتكم تربويات مال أستاذ محمد البخاري واليوم إن شاء الله غاد ندر معكم فرض في مادات الاجتماعيات بنسبة لمستوى الخامس الابتدائي دائما في سنة دراسية 2022-2023 المرحلة الأولى ديال الفروض ديال المراقبة المستمرة مستوى الخامس الابتدائي إذن الاجتماعيات كما كان عرفوك تكون من التاريخ الجغرافية والتربية المدنية سنبدأ أولا بالتاريخ التاريخ عليها عشرة ديال النقاط تابع معايا السؤال الأول ألون تعريف التاريخ المناسب إذن ما معنى كلمة التاريخ وش هو علم يدرس الحياة والأرض أو علم يدرس سجل الزمن للأحداث وتطور البشرية أو لا علم يدرس الحياة والأرض إذن شمن تعريف اللي هو صحيح ديال هاد التاريخ إذن تعريف الصحيح هو الاختيار الثاني علم يدرس سجل الزمن للأحداث وتطور البشرية إذن التاريخ التاريخ هو علم يدرس سجل الزمن للأحداث وتطور البشرية إذن هدا هو التاريخ المناسب إنتما كتلاميذ غادي تلونوا هاد التاريخ هدايا نعم لأن المطلوب هو ألون تعريف التاريخ المناسب وهذا السؤال عليها جوج ديال النقاط سؤال الثاني تبهوا معي دائما سؤال الثاني أصنف المفاهيم التالية في الجدول وعليها ثلاثة ديال النقاط إذن هذ المفاهيم هذو سنصنفهم في هذا الجدول إذن اكتشاف الأحداث مدينة وليلي جمع الوثائق أشريطة وثائقية مخطوط إسلامي وتماثيل معدنية عندنا الجدول مكون من ثلاثة ديالي كله أدوات المؤرخ عمل المؤرخ وشواهد الماضي بدأوا أولا بكلمة كلمة أو لا بمفهوم مفهوم بدأوا باكتشاف الأحداث اكتشاف الأحداث وش هو من أدوات المؤرخ ولا من عمل المؤرخ ولا من شواهد الماضي إذن اكتشاف الأحداث ومن أعمال المؤرخ إذن اكتشاف الأحداث إذن هذا اكتشاف أحداث مشات دزون مدينة وليلي مدينة وليلي هي من شواهد الماضي إذن مدينة دينة واليلي نعم بعدما دينة واليلي كتأتي جمع الوثائق جمع الوثائق كذلك من عمل المؤرخ جمع الوثائق نعم جمع الوثائق ثم أشرطة وثائقية كتجي أدوات المؤرخ أشرطة وثائقية وثائقية ثم مخطوط إسلامي كذلك في أدوات مخطوط إسلامي وأخيرا كتجي تماثيل المعدنية وكتكون في الشواهد أو الشواهد الماضي تماثيل معدنية نعم إذن عشر طوات سائقية مخطوط إسلامي في أدوات المؤرخ في عمل المؤرخ عدنا اكتشاف الأحداث وجمع الوتائق وفي شواهد الماضي عدنا مدينة وليلي وتماثيل معدني لزوء للسؤال الثالث عدنا الحد الفاصل بين عصور التاريخ وعصور ما قبل التاريخ هو إذن ما هو الحد الفاصل ما بين هذا الجزء للعصور عصور التاريخ أو عصر التاريخ وعصور ما قبل التاريخ إذن طبيعة الحال الحد الفاصل وهو اكتشاف الكتابة الاختيارات يكتشف النار وزراعة واكتشاف الكتابة нения الاختشاف الكتابة هو الصحيح نحاول الصحيح هو الاختشاف الكتابة ندازل السؤال الرابع في التاريخ اتمنوا تنقسم العصور التاريخية الى اربعة عصور هي العصور التاريخية تنقسم لربعة العصر نبدأ اولا بالعصر القديم بعد العصر القديم يأتيٍ العصر الوس jangan العصر الوسيط بعد العصر الوسيط يأتي ماذا؟ يأتي العصر الحديث بعد العصر الحديث يأتي العصر المعاصر والعصر المعاصر هو اللي يعني الفترة المعاصرة المعاصرة فترة المعاصرة نمر الآن إلى الجغرافية إذن سلينا دب التاريخ ربحنا 10 ديال النقاط ندزل الآن إلى الجغرافية كذلك 10 ديال النقاط نتبه معي دائما سؤال أول أحدد الاتجاهات الأصلية على وردة الرياح إذن وردة الرياح التجاهات بسيطة جدا إذن هنا عندنا الشمال وهنا الجنوب هنا الشرق وهنا الغرب إذن شمال جنوب شرق غرب نعم دزل الأسئلة المرافقة لوردة الرياح سؤال الثاني ما هو موقع المغرب ده المغرب أين يقع يعني يقع المغرب نحن عرفين المغرب يقع في شمال أفريقي يقع المغرب في الشمال الشمال ماذا؟ الشمال الغربي للقارة الأفريقي فهمنا؟ إذن شمال الغربي للقرى الإفريقية هو موقع المغرب سؤال ثلاثة أذكر أربعة من أهم مدن المغرب أهم مدن المغرب نذكر أولاً الدار البيضاء الدار البيضاء ثم الريباط ثم طنجة ثم مثلاً وجدة فهم إذن الدار البيضاء الريباط طنجة وجدة العيون إلى غير ذلك من المدن رابعاً أذكر عناصر الخريطة إذن هذه وردة الرياح كنتستعملها في الوصول الخريطة من طبيعة الحال باش نعرف الاتجاهات أذكر عناصر الخريطة بدأوا أولاً بالعنوان العنوان العنوان ماذا يمكننا العنوان يمكننا معرفة موضوع الخريطة موضوع الخريطة بعد العنوان يأتي المفتاح والمفتاح يمكننا من معرفة مدلول الرموز المستعملة في الخريطة مدلول الرموز المستعملة المستعملة في الخريطة نعم بعد المفتاح يأتي دور المقياس المقياس والمقياس هو بمعرفة المقياس نعرف العلاقة بين الأبعاد الممتلة هذا الأبعاد الممتلة والأبعاد الحقيقية من طبيعة الحال والأبعاد الحقيقية والمطابقة لما في الواقع نعم بعد المقياس يأتي دور ماذا؟ دور وردة الرياح وردة الرياح لك تحددنا الاتجاهات لن تحديد الاتجاهات نعم يعني الجهات الجهات الأصلية الأربع ممكن تكلموا عن الجهات الأصلية الأربع يعني شمال جنوب وشر وغرب دوزوا الآن الصفحة الموالية يعني أولا سنكمل الجغرافية ثم سنمر إلى إتمام التربية المدنية سؤال خامس في جغرافية دائما أكتب أمام كل تعريف جبال هضاب سهول إذن كل تعريف سنضع تعريف الجبال والهضاب والسهول إذن نبدأ أشكال تداريسية تتميز بانبساط الأراضي وتعمق الأودية إذن هذه طبيعة الحال هضاب لأن التعريف للهضاب هو أشكال تداريسية نعم تداريسية تتميز بانبساط الأراضي وتعمق الأودية ثانيا أشكال تداريسية تتميز بقوة الارتفاع وشدة الانحضار جبال أشكال تداريسية تتميز بانبساط الأراضي وأودية غير عميقة هذه السهول طبيعة الحال سهول ندوز الآن إلى التربية المدنية تربية المدنية التي كانت شحلها هذه الاسم تربية على المواطن تربية المدنية سؤال أول أتمم ترتيب خطوة تنظيم العمل وتقييمه إذن الترتيب ديال خطوات تنظيم العمل وتقييمه أولا نبدأ بالوقت تدبير الوقت واحد تدبير الوقت واحد ثم يأتي التخطيط لإنجاز العمل ثالثا عدنا تحديد المهام ثم رابعا توفير الأدوات وخامسا الإنجاز المرحلي ثم سادسا تقييم الإنجازات نعم دزول سؤال اثنان يعتبر التنظيم من أهم خطوة النجاح ضع نعم أو لا أمام الجواب المناسب في كل من البيت والمدرسة إذن في البيت لما أعود من المدرسة أضع محفظتي في المطبخ واش نعم أو لا لا قبل النوم أرتب أدواتي وأعد محفظتي نعم بعد العشاء أسهر مع التلفاز لا أراجع دروسي استعدادا للفروض نعم عندما أستيقظ صباحا أترك فراشي مبعترا حتى ترتب أمي لا في المدرسة أله في طريقي إلى المدرسة أستسمح للعطب إذن أحترم مواعيد المدرسة نعم أحترم أصدقائي وأساتذتي نعم كذلك أعبت بممتلكات المدرسة وأضع النفايات تحت الطاولة لا ثم أشارك في الأنشطة وأقف باحترام لتحيية العالم نعم ثم أندز السؤال الثالث السؤال الثالث عدنا أضع علامة أمام التعريف المناسب لمعنى ميثاق القسم ذا ميثاق القسم ماذا نقصد بميثاق القسم واش هو التزام جماعي يتضمن حقوق وواجبات ومسؤوليات المتعلمين والمتعلمات أو لا هو اجتماع المناقشة شؤون المؤسسة أو لا هو نشاطه لتزيين القسم إذن ميثاق القسم هو التزام جماعي هو واحد التزام كنديره في الأول دي السنة التزام جماعي يتضمن حقوق وواجبات ومسؤوليات المتعلمين يعني كيتضمن شنو كيتضمن فيه الواجبات ديالهم والحقوق ديالهم والمسؤوليات ديالهم صافي؟ مسؤوليات ديالهم في القسم ندزول السؤال الرابع والآخر في هاد التربية المدنية وكذلك في الفرق أذكر أربعة من القواعد التي يمكن أن يتضمنها ميثاق القسم إذن أولا ندير مثلا أجلس في المقعد الخاص بي في المقعد الخاص بي مثلا أيضا ألتزموا الصمت وأنتبهوا مع أستاذي أو أستاذتي أستاذتي مثلا ثم احترموا زميلاتي وزملائي صافي؟ نعم وزملائي ثم أنجزوا كل ما طلب مني من تمارين وواجبات صافي؟ إذن بهذا قد نكملت هاد الفيديو وكملت هاد الفرض المحروس في مادات الاجتماعيات المستوى الخامس ابتدائي خليتكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة